أسعد الله أوقاتكم بكل الخير يشتكي الأهل من نشاط أبنائهم الزائد المصاحب للتخريب والتشتت والإخفاق في أداء الواجبات التعليمية بالوقت المحدد واتباع الأوامر ولعلاج هذه المشكلة لا بد من العلاج السلوكي والنفسي للطفل وأولى الحلول للتعامل مع هذه المشكلة خطط اليوم يجب على الأهل وضع خطة واضحة وروتين يومي يجب القيام به منذ الصباح حتى المساء فمن الممكن كتابة الخطوات على بطاقات ومساعدة الطفل على تطبيق هذه الخطوات بشكل يوم وأحد الحلول أيضا التي تساعد على علاج فرط الحركة عند الأطفال هو التعاقد السلوكي أو العقد السلوكي يجب على الأهل في العقد السلوكي توضيح ماذا سيقوم به الطفل والمكافأة عليه وما هو الثمن الذي سيدفعه في حال الإخلال في هذا العقد وأن حرمانه من اللعب أو عدم مشاهدته للتلفاز أو استخدامه للآيباد هو سبب الإخلال بهذا العقد الذي لم يلتزم به الأمر الثالث الذي يساعدنا على التخلص من مشكلة فرط الحركة عند الأطفال هو إعطاهم تعليمات محددة أي يجب إعطاء أوامر واضحة وموجزة ومحددة ومثال ذلك بدل الطلب من الطفل أن ينظف غرفته الطلب منه أن يضع الألعاب في الصندوق أو أن يضع الكتب في حقيبة المدرسية وبهذه الطريقة نستطيع أن نحدد هذه الأوامر وعدم إعطاءه أمر كبير لا يمكن الوفاء به من قبل الطفل نظام الحوافز والمكافآت أحد الطرق التي نستخدمها لعلاج فرط الحركة لدى الأطفال نعمل على لوحة بالمنزل توضع عليها صورة الطفل وكلما قام بالسلوك المطلوب وضع نقطة أو نجمة وعنده جمع عدد معين ومتفق عليه مسبقا إعطاءه جائزة ويجب على الأهل تحديث المكافأة بشكل مستمر حتى لا يصبح شباع لدى الطفل من المعزز ويفقد قيمته استثمر نشاط طفلك خلال اليوم يجب استغلال النشاط لدى الطفل بالمشي والجري والقفز والرياضة مما يساعد على ضابط سلوك وتحسين نوم وأخيرا لا بد من التعاون مع المدرسة وشرح حالة الطفل وبناء برنامج سلوكي مشترك بين المدرسة والبيت وتطبيقه في بيئة المدرسة ودمتم بخير وإلى اللقاء في لقاء آخر